رافق الانتشار السريع لوباء كورونا زيادة الطلب على الأكسجين الطبي لإنقاذ الأرواح الحاملة لهذا المرض والخائفة من عدم إمكانية الحصول عليه في ظل تراخي الحكومات عن القيام بواجباتها. بلدية وادي عتبا كغيرها من البلديات والمدن كانت تصرخ للحصول على الأكسجين بعد ارتفاع حالات الإصابة وحاجة المرضى للدخول إلى مراكز العزل. وفي خطوة تحسب لها قدمت وزارة النفط الليبية للبلدية مصنعا للأكسجين بهدف التخلص من هذه المشكلة حيث وصل المصنع إلى البلدية بحضور عميدها عبد الرحمن الصالحين الذي أشاد بأهمية هذه الخطوة. عميد البلدية أكد في الوقت نفسه استعداد البلدية الآن إلى مساعدة المستشفيات ومراكز العزل في جميع مناطق الجنوب لتوفير الأكسجين لهم. أعضاء المجلس البلدي أعربوا بدورهم عن أملهم في أن يساهم المصنع بالتخلص من هذه المشكلة التي تسببت بفقدان عدد غير قليل من المرضى في عموم البلاد. خطوة ربما ستساهم في انحسار تداعيات فيروس كورونا على المجتمع الليبي الذي أمسى يجاهد للتمسك بالحياة رغم قسوتها في الآوين الأخيرة المتزامن مع تدني المستوى المعيشي والصحي.